سوف تنعصوا اثنان سوف تنعصوا اثنان ولم أفعل شيء ليس ضروري كيف أجل الأولاد؟ ليس ضروري حلصوا الأولاد، جبنا الأولاد الحمد لله نعم، ولكن أجل الأولاد خلاص بطلاط لأروع القصص، اشتركوا الآن بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب الرجل يضع في رأسه وينام مع مرته قادر ينام معه ويريد أن تفعل كيف؟ لا أنها مفتوطة العضلات هذا الشاب عنده غريزة قام بالليل طلع هايك مرته حد منه كمان لا لا لا، شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ في مرته حقه بده تنام معه شو قال حاكي شرعاً قالت ايوان قالت لا وقالت لا بده ينام معه خلاص يعطيك العافية كيف بتقله؟ يا خي مش كيف بقله هي مش إنه يصوره قصة الاغتصاب ربطت له إدايا وفتحت له إجراء ودخيلكم ودبوا لي طب ما مرته معنا عبر لك رجال قام من النوم وبده يعمل شيء بده ينام معه وسأطبلت البحر مثلا خير رانيم؟ شو عم بيقول؟ لا هو عم بيرفض كلمة اختصاب لا أي فعل أي علاقة جنسية مع الزوجة طب لماذا تجوزت؟ بلش بكلمة غصب غصب يعني اختصاب غصب ما أنت عم تغصبها على الشيء هي عم تقول لك ما بدي أنت أنا بدي لا ما بدي بدي لا غصبنا عنك بديك سؤال قدي بينطر ما بده ينطر ينطر طب كثير ميح أنت أساس الزواج أساس الزواج ما أنه العلاقة الجنسية ما عم نقول بس هي علاقة هي متكاملة علاقة جنسية وبيت واسرة وولاد وعمل بيطلع تبلش بشركة فكير إيش هو واحد يعملها بالزواج بني بلشت طبق صار عشر طوابق يقول لك الرجل حق من حقوق الرجل هو اللي بيحرقه وتصرفاته أبدا ما عم بيش بحقق ما هي وما عنده غريزة إنسانية بشرية هايدي بطلت غريزة إنسانية بطلت فيها إحساس ومشاعر غريزة حيوانية هايدي نحن بس عم نتحكم باللي نحن بدنا إياه وبس لأنه نحن فيك تسيطر كرجل فيك تسيطر على حالك مثل المرأة بالضبط فيها تسيطر على حالك ماذا؟ إهانة للرجل هايدي الشيء إنه؟ إهانة لما عم بتقول الرجل هي إنه أنا شوفهم تهينك شو بتفسر لك غريزة حيوانية نعم بطل بطل تغريزة إنسانية ما مشكلة هي التسمية بس أنا عم بحكي إذا هني لما تجوز يعني كأنه عم بتقول كانك عم بتقولي الأعضاء الجنسية عم تحكم بالرجل آه بس لا شو عم تحكي خلصت واجباتها المنزلية هلأ واجباتها الجنسية الزوجية وهي شو بتعمل؟ الزوجية من خلصة المكنة واجبات الزوجية روبوت بات تمشي تاك 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 خلينا واحدة واحدة خلصت كل البيت ودرسته نيميت شو بتعميل؟ تعد هي جوزة شو بتحكي؟ خلص الحديث ما في حيث ما بيخلص ما بيخلص حديث نحضر تبيه بلا من المعلكة خليها تخبرني عن بطولاتها ليش غلط ليش غلط ليش غلط تجي المرة على البيت خبرك شو عملت أنا بدي تجوزت تخبرني عن بطولاتها لا جواء هي وصغيرة وش كانت تعمل؟ خبرك صار بنهارة ما بخلص خلصوا الخبريات وين أنا؟ شو بعمل؟ ناتريك تفضلي يلا كل يوم هي هي هيدا شي بس هيك الزواج هو عبارة عنه نظخت نظف طعمة الولاد درسته نامه قاعدنا يلا على تاخد كل الزواج نامنا فينا لماذا بدي تجي تقل لك مثلا تسألك عن حالك عن شغلك تتناقش وشغل تتناقش وش ممكن تعمل مع الولاد ممكن نكبر ممكن نطور هالحيات كيف ماشي حلصه لتنتان بالليل عم بحكي بهذا الموضوع هتنعص وثنان ما عم بفهم بنعص وثنان وما بعمل شي مش ضرورة كيف أجل الولاد مع بفهم يعني حلصه لأولاد جبنا أولاد الحمد لله بس تجيب أولاد خلص تقعد بالنسبة لألك هاي شي تاني كتر خير الله لا بس بالنسبة لألك كتر خير الله خلص أجل الأولاد يعطيك العافية بس شغالي مكنا كل يوم يلا 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 عملية إخصاء لا هذا مش حكي